بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على حبيبنا وإمامنا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه أيتها المواطنات أيها المواطنون الحمد لله الذي وفقنا لبلوغ هذا الشهر العظيم في أجواء روحنية تجتمع فيها معاني الإيمان والأخوة بين كل الجزائريين في الداخل وفي الخارج وبهذه المناسبة إنني أهيب بتجارنا النزهة وهم الأغلبية وبالأخص تجار الأحياء أن يساهموا كما عاهدناهم في زرع وبت روح التضامن والتعاون والرحمة وبعت قيم الجزائري المتأصلة في مثل هذه المناسبات لقد اتخذت الدولة كافة للتدابير فيما يتعلق بتموين السوق احترازا من أي تدبد في التوزيع أو تلاعبات بقوة المواطنين كما أدعو مواطنين ومواطنتنا إلى تجنب العادات الاستهلاكية السيئة وخصوصا التبدير بكل مظاهره وفي الأخير أهنئكنا وأهنئكم أنتم والجالية الجزائرية في الخارج بحلول هذا الشهر الكريم راجئنا الرحمن الرحيم أن يشملنا بعفوه ورضوانه ويتقبل صيامنا وقيامنا صح رمضانكم تحية الجزائر حرة سيدة أبية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر